تحول رقمي شامل تمضي نحوه البلاد من خلال تعزيز شبكة الأنترنت، ومن أهم المشاريع في هذا المجال، مشروع السيلفيوم، الذي يعد أول منظومة كابلات اتصالات بحرية في ليبيا، مملوك لليبيا بنسبة 100%، وثالث كابل ألياف ضوئية بحري يخدم الإحتياجات الليبية، ويربط ليبيا ببقية العالم من بوابة أوروبا. تم افتتاح المشروع في يناير 2013 بطول 426 كم، وبساعة ابتدائية لنقل البيانات تقدر بـ 70 جيجا بات للثانية، حيث يربط مدينة درنا بمدينة خانيا بجزيرة أكريت في اليونان. وها هي شركة الدولية للاتصالات، إحدى شركات تابعة للقابضة للاتصالات، تعلن اليوم عن استكمال مشروع تطوير الكابل البحري سيلفيوم، الذي يربط ليبيا باليونان، ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة التي تماهد لتحول رقميا شامل للبلاد. استكمال المشروع سيؤدي بحسب الشركة إلى زيادة ساعة شبكة الأنترنت الإجمالية لتصبح 370 جيجا، وبهذا سيتم توفير ساعات أنترنت عالية في المنطقة الشرقية. وفي إطار استكمال المشروع، فتحت شركة الليبية للاتصالات الدولية غرفة التشغيل والتحكم التابعة لها، حيث يتضمن المشروع منظومات دعم التشغيل وتجهيز مركز مراقبة الشبكة، وذلك عبر ثماني منظومات رئيسية للتشغيل والصيانة. وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب أن استكمال هذا المشروع يعد نجاحاً كبيراً لقطاع الاتصالات وتعزيز الدور الاستراتيجي لليبيا إقلامياً، وداعماً أساسياً لخطة التحول الرقمي للبلاد. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاتصالات الدولية عادل أبو فارس أن المشروع يعد مشروعاً وطنياً بامتياز، فالكابل البحري سيلفيوم تيسهم في خدمة قطاع الاتصالات بشكل كبير. ومن خلال استغلال موقع ليبيا استراتيجياً وتوسع إقليمياً، قامت شركة الاتصالات الدولية على تطوير البنية التحتية للاتصالات الدولية الليبية وبنائها بأفضل المعايير، والعمل أيضاً على زيادة نسبة مساهمتها تدريجياً في الكوابل التي تربط ليبيا بالعالم، حيث وصلت نسبة مساهمة البلاد بالكابل البحري الذي يربط ليبيا بأوروبا والهند إلى 7% وإلى 50% للكابل الذي يربط ليبيا بإيطاليا، ووصلت نسبة المساهمة إلى 100% في الكابل البحري سيلفيوم والذي يعد مملوكاً بالكامل للدولة الليبكية.